أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية ملاوي نانسي تيمبو اليوم الثلاثة بالعيون مجددا على دعم بلادها للوحدة الترابية المغرب وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء وأبرزت السيدة تيمبو خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناسر بوريطا بمناسبة عقاد الدور الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين البلدين أن بلادها تجدد تأكيد دعمها كامل لمبادرة المخاطط المغربي للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية كحل وحيد ذي مصدقية وجدي وواقعي وتشيد بجهود الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل لحل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول السحراء من جهته أشهد السيد بوريطا بحكمة الدبلوماسية الملاوية معربا عن شكره على دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية المغرب كما يشهد على ذلك فتح قنصلية عامة لملاوي بالعيون في يوليوز 2021 ومشاركتها في يناير من نفس السنة في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر